اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلفي مدريد اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع شركة أنا في تويتر ويوتيوب أرأم فور أرب وشاركنا في الفيسبوك إبداع الملعب حلقة اليوم بعد تعثر ريال مدريد تعثر ريال مدريد اللي جاء مع 3 كو وبالتالي الاتنين خسروا نقطين بما أنهل مبارا في مرعب أتلاتيكو التعثر اللي خلى الفارق 10 نقاط واللي خلى الدوري أصعب وأصعب رغم أنه ما زارت المسافة طويلة فارق 10 نقاط بالنسبة للدوري الإسباني لما يكون منافسك برشلونا مش شيء سهل خلينا نحكي نظريا يعتبر الدوري شبه مدريد خارجه طبعا مش حسن بأنه ليس فيه خصيف آخر بلاحق برشلونا هو بلانسيا لكن بشكل أو بآخر ريال مدريد صار لازم ممكن يعيد ترتيب أولوياته ويفكر بطريقة أخرى كيف يدير ما تبقى من الموسم رغم أنه كل شيء ما زال ممكن لأنه الموسم طويل جدا لقاء اليوم بذكرني بلقاء بلانسيا الريال أفضل نسبيا من بعض المدقاء يأخذ لقاء فلتت منه الأمور ممكن فترات زمنية لكنه ما سجل أهداف الفريق مثلا في أول نصف ساعة أدخل الكرة منطقة الجزاء خمس مرات والكرة معايا يعني مش مجرد كرة عرضية أو تمرير لا كرات داخل منطقة الجزاء وهي معا بعد ذلك كان فيه تسرع كان فيه تصرف خطأ والكرة ما بتتسجل وممكن أفسر هذا التسرع أو هذا الخطأ نتيجة أنه النقاط اللي ضعت زمن النقاط اللي ضعت زمن خلت اللاعبين حابين يحسم الأمور بسرعة اليوم وبالتالي دفعت ثمن الماضي اللي كان نصفه التراخيكي اللي كان نصفه بعض الأخطاء بعض التسرعات حتى الغلط في الإدارة التشكيل ولكن اليوم دفعت ثمنها بعيدا عن كل شيء الريال دخل بأفضل تشكيل ممكن بيقدر يدخل فيه عودة كارفاخال ممتازة جدا خلنا نشوف شكل الريال الحلو زمان الريال اللي بيمتد من اليمين لليسار وبهذا الشكل شفنا هذا الشكل القوي شفنا هذا الشكل اللي أرهق أتلتكو مادريدي في ملعبه وخلانا نحس أتلتكو مادريدي فريق رجع لقبل ست سنوات كأنه فريق بس مستعد يدافع ضد ريال مادريد لعندما ريال مادريدي يسجل وهذا الشيء يؤخذ لعودة كارفاخال كارفاخال اللي عودته بتعطي ريال مادريد خيارات كثير تعطيه أول شيء الصعود التقليدي لأي ظهير أنه يطلع للأطراف ويععب عرضيات لكن أيضا كارفاخال بيعرف يدخل منطقة الجزاء بشكل ممتاز وكارفاخال بيعرف يدخل بالعمق أيضا في خط الوسط بشكل ممتاز هذا الدور اللي بيعطيه كارفاخال بيساعد كروس بساعد مودريش بساعد إسكو بيساعد حتى مرسله على الطرف الآخر لأنه دائما حيجب للدفاع تعلق الخصن يمتد بصورة عرضية في الملعب لوجوده كارفاخال عودته خبر جيد رغم أنه نتيجة مش هيك كان واضح أنه سيميوني قرر يرجع لأسلوبه القديم أسلوبه اللي فيه عنف أسلوبه اللي فيه خشونة عشان ما نسميها لعب رجولي لأنه اليوم كان فيه تدخلات خارج نطاق اللعب الرجولي بكثير وهذا اليوم اللي شفناه تجاوز حد اللعب الرجولي لحد الخشون اللي هو كان يستخدمه كثير ولي هو إله أهدافه بعقل سيميوني لما يخوف لعبين زي مودريش زي إسكو زي رونالدو لما يخوفهم أنا بصيبة بنزل مستوى اللعب شوي شوي وهذا الأسلوب بتتبعه كثير مدربين لما يلعب مع فريق أحسن منهم فنيا ومهاريا وبالتالي بتتبع هذا الأسلوب الحكم ساعدهم نتيجة أنهم ما حتسب بطاقات مبكرة ما أنذارات مبكرة عشان يقولهم اسمعوا هذا الأسلوب مش هيمشي لا كملوا فيه حتى لآخر الدقائق ظليني نشوف هذا اللعب اللي أثر كثير على سير اللقاء اللي أثر كثير بالشكل أو بآخر على حرية لعبير يا مدريت كلعبة كرة قدم أيضا شفنا سيميوني بيقوم بشيء تكتيك وليس فقط مسألة الخشونة شفنا عم بيحاول بأول 60 دقيقة يحط جانب بدني عالي شفنا عم بنزل بارتي من أول دقيقة واللي هو كان مزعج لريال مدريت في مباركة السابقة سواء بالدورة لمنزل احتياطي في الإياب أو بدور الأبطال أيضا بالإياب وبالتالي حاول يحط جانب بدني أعلى كمان رغم أنه بلش بأربعة تنين ثلاثة واحد حاول ينسخ شكل ريال مدريت في الدفاع وبالتالي شكل ريال مدريت بصير هو شكله لما يدافع أربعة تلاتة واحد رغم أنه شكله التقليدي بالهجوم أربعة تلاتة واحد وبحاول ينسخ شكل ريال مدريت اللي هو ثلاث لاعبين وأمامهم أسكو طبعا ريال مدريت اللي كان لأمان يحرر أسكو على يمين واليسار أيضا كان هذا اللي حاول يعمله مع سيميوني لكن أتلاتكم مدريت ما قدر يلاحق ريال مدريت اللي أضافها كارفاخال لأنه بوجود كارفاخال صارت الكرة تبدير تنتقل من اليمين لليسار بسرعة قصيرة جدا لأنه عنا مودرت شو كروس في العمق بمرره كرات طويلة دقيقة وكرات قصيرة طويلة دقيقة هذا الشيء خلي أتلاتكم فعليا مش قادر يلاحق خلي الكرة دائما تقدر تمر لمارسيلو على داخل منطقة جزاء مارسيلو اللي شوي عنده مشكلة في المستوى حاليا لكن متوقع أنه يرجع وهذا الشيء شفنا عم يدخل الكرة منطقة جزاء يمين الشمال شفنا كرة عم يدقرب عم يدخل جزاء لأنه أتلاتكم ما كان قادر يواكب فعليا ريال مدريت في أول 60 دقيقة وبالتالي كان قرار مهم من سيميوني أنه قال لا خلاص أنا هذا الاسلوب مش هيزبط سحب محور نزل كاراسكو غير الشكل أضاف سرعة ثم يبدل بهذا الشيء هنا بعد تبديل كاراسكو زيدان ارتكب خطأ واضح اللي هو تأخر تبديلات بعد تبديل كاراسكو بلش تأخر تبينه أتلاتكم بلش يطلع بلش يتحرر بلش يلعب كرة بلش يكون رايح ورح مسجل هدف وزيدان اتأخر ماسك عشان بدل ناتشو براموس وماسك التبديلان المعاه مع أنه واضح بنزيمة لو اليوم لعبته 700 يوم مش هيشوت مش هيجيب جول مش هيشوت ولم نحكي ليش وبنفس الوقت واضح تماما أنه الفريق بده واحد ثاني بده واحد يرجع يمسك الكرة معهم اللقاء بعد ذلك لما نزل أسانسيو رجع الريال كان الأحسن وسيطر لكن ما يجي الهدف حكيت عن نحكي عن بنزيمة ليش ما هيشوت رونالدو يوم يتحرك في شكل ممتاز بر منطق الجزاء تحرك رونالدو لكن إذا كانت الفكرة من رونالدو أنه بدي تحرك كمهاجم ثاني إذا البنزيمة لازم يتمركز كمهاجم صريح أو كهداف يعني مهاجم متقدم لكن ما بصيرش يتحرك له هاي الحركات ورونالدو عم بيتحرك واحد بروحي على الشمال واحد بروحي على اليمين وما فيش حدا حول منطقة الجزاء وبالتالي كارفاخال لو صعد موديلتش كروس لما يصعدوا بيلقوا حالهم أوه ما فيش حد وقف ارجع وهذا الشي في مشكلة الآن إذا لازم رونالدو يكون إذا هو حر بنزيمة بدي يثبت وإذا بنزيمة حر رونالدو بدي يثبت لأن الاثنين ما بيزبط يكونوا الاثنين أحرار بشيء كانوا يلعبوا السنة الماضية وبالتالي بدها مسألة انتظام أيضا شفنا بدقيقة ثانية أتلتة كرة راح ما يسجل وهي مش أول مرة بآخر المباريات الريال أول عشر دقائق بيتأخر بدخول اللقاء وهي مشألة صارت عن تتكرر الآن أكثر وأكثر في هذا الموسم بشكل واضح كثير وهي أيضا من المسألة اللي بدها حل فرق عشر نقاط منحكي من رغم التعادل اليوم كان في كثير إيجابيات مستوى كروس إيجابية عودت كارفا خالبي على المستوى إيجابية عودت شكل ريال مدريد ريال مدريد اليوم مثلا تفوق على أتلتكو مدريد بإفتكاك الكرة الحقيقة بدون خشونة بالإفتكاك الريال قتلوا لأتلتكو بأول ساعة سيطر على المباراة بسبب أنه الريال كان عم يفتك الكرة أحسن بكثير من أتلتكو لمستوى أنه اسكو لي وحده في أول ساعة راوغ قد كل عمين أتلتكو مدريد على المراوغات ناجحة الريال كان ممتاز كنا نشوف اسكو عم بيقطع كرة صح كنا نشوف كاسيميرو عم بيقدم مستوى ممتاز جدا مستوى كاسيميرو المعروف اليوم رجع وهذا الشي خل الريال يبين أنه أحسن رغم أنه ما سجل رغم أنه جاءت لفرصة التسجيل لكنها ما دخلت بهذه الطريقة لكن الآن فارق عشر نقاط نظريا حتى لو حاولنا نأمل الجمهور ونقول لهم لا أو استنوا كرة القدم منظريا الريال يعني زيدان بينه وبين حاله وعارف حاله ممكن خسر الدوري شو لازم يعمل لنهاية الموسم في كثير أشياء أول شي الموسم ما خلص زي عشان نحكي أول شي تبقى تأهلتش على دور الأبطال لسه الدورة بأولة وفي ضغط اشبيلي وقتلتكو اللي بيضغطوا عليك كمان بشان صراع دور الأبطال ما في داعي تحكي لا ما إحنا متأهلين لأنه هون بلش تغلط كمان نقطتين وثلاثة وصور يطلعوا عليك هاي مشكلة كبيرة لأنه مبارياتك اللي محهم مبارتين مش عشرين مباراة وبالتالي إذا راحوا سحبوا بتكون مشكلة أول شي لازم الريال يظل يفوز عشان يعني يقلق هدف إنه لا أنا بدي أطلق بدي أوصل الثاني مبدئيا لازم الريال يظل يفوز بشان ما تصير أي مفاجآت أو إزعاجات محرج للريال إنه يقول يحارب على المركز الرابع هذا الشي لا يعلي يقبل ريال هذا أولا ثانيا في كوبازيتش يريد يرجع من الإصابة لازم يتحضر ولازم يوقف زيدان على مدى جدية إنه هو خليفة مودريتش شفنا مودريتش هذا الموسم مستوى مش ثابت بلش يتعب موسم ماضي نفس الشي مر في فترة نزول المستوى وبالتالي خلص العمر هذا فبدأك تعرف هل كوبازيتش هو البديل الحقيقي لمودريتش ولا لا عشان لو لا بالصيف يجي بديل مودريتش الحقيقي هذه الشغلة سي بايوس اللي جاء وما شفنا بيلعب كثير ياخد فرصته بورخا مايورال اللي هو من أول ما تقلق مع ريالسو زداد كأنه تعقب نقف هدد منزيمة اطلع برا وبالتالي من يوم أعتقد لعب 27 دقيقة 28 دقيقة نزل مباراة بتسع دقائق ونزل مباراة مرتين نزلوا مباراة خالصة وبالتالي كانت تبديلات غير مفهومة يعني الآن هذا اللاعب كان متقلق ما أعطته فرصة أعتقد بدك ترجع تعطي ثقة ممكن تشوف بديل مين هو بديل كارفخال لأنه حكيم يبين أنه مش هو مين بدك دور على بديل كارفخال هل هو فاسكس تعطي ربع ساعة عشرين دقيقة تشوف كيف فاسكس يرجع طهير لأنه وسط مش عم بيلعب كويس وبالتالي ممكن تشوفه بهذا الشكل إذن هذي تبديلات ممكن ذكيها هذي أشياء مهمة الريال يوقف عليها لعن ما يشوف شو يصير مع الموسم ولسه هو عنده دور الأبطال وعنده كأس وبالتالي الموسم ما خرب الموسم ما خلص أيضا مشان ما أنساش ليه هرناندز لسه بديه أخد دقائق لعب أكثر وبالتالي انت بدك تشوف الشباب اللي عندك مين هم الممكن تحملهم للموسم الجاي بدك أيضا تضمن أمورك إنك رائع دور الأبطال لأنه وتبعد بفارق نقاط لأنك مش مستعد تقول بآخر شهر اثنين أو ثلاثة تكون خسران الدورة وتلعب مباريات عشان ثلاثة نقاط تتأهل فيهم على دور الأبطال وعندك دورة أبطال لازم تريح لاعبيك فيه هاي شغلة التانية والشغلة التالت كثير مهم يقدر زيدان يضبط الحد الذهنية ويضبط وحدة غرفة الملابس لأنه بالنتائج سيئة الفريق ممكن يتطوش مع بعض اللاعبين بتوتروا ممكن يختلفوا هذا الشيء عرفنا عن ريا مدريد زمان وبالتالي كثير مهم يسطر على غرفة غير ملابس وبنفس الوقت كثير مهم يحافظ على الحد الذهنية لأنه هي اللي بتخلي مستوى اللاعبين يضلوا يطلع لشهر اثنين لما يجي دور الأبطال اللي هو البطور الأهم نظرياً ضائل لريا مدريد وبعد الكلاسيكو بنرجع نعيد حساباتنا ورحمة الله